السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا شفنا مع بعض تأثير درجة الحرارة على المواد الصلبة والسائلة زي اللي هو الثيرمالكسيبانشن فتعنشوا مع بعض كده تأثير درجة الحرارة على الغازات وهنتكلم عن الـ Ideal Gas طيب مبدئياً الـ Solids احنا عارفين ان بيكون مواد الصلبة الجزئيات او الـ Atoms الموجودة عندك بتكون مترصة ومرتبطة مع بعض ارتباط قوي جداً وبالتالي بتكون مواد صلبة بالنسبة ليه السائلة بتكون الجزئيات والـ Atoms اللي عندك الضرات بتكون مرتبطة ببعض بس بروابط اضعف شوية وبالتالي بتكون لها شكل عشوائي وبتاخد شكل الوعاء الموجودة فيه بينما فيه الغازات بتلاقي ان الموضوع يعتبر اضل رابط بقى اضعف اكثر واكثر وبالتالي برضو بتبقى واخد شكل الوعاء اللي بيحتوي على الغازات دي وبتكون سهلة الحركة والخصاص اللي هي الغازات اللي احنا كلنا عارفين هاي طيب الـ Atomic Forces اللي هي القوة اللي هي اللي بتربط الجزئيات ببعض بتكون Very Weak عشان كده دايما بنهملها والحاجة التانية المسافات الفصلة ما بين الضرات هنا بتكون لها مسافات سبتة بسبب قوة الرابط الموجودة هنا مسافات بتكون شبهة عشوائية هنا طبعا مسافات بتكون ما فيش اي مسافات فصلة باخد شكل عشوائي تماما فبالتالي دايما الفوليوم بتاع الغاز بيعتمد على الكنتينر اللي بيحتوي على الكلام ده طبعا عايزة حط بقى معادلة توصف لي الغازات اللي موجودة عندي فطرعوا معادلة كده سموها Equation of state of a gas ودي بتربط لي شوية مضغيرات ده بعض أربع مضغيرات عندنا اللي هي الفوليوم Pressure أو الضغط ودرجة الحرارة و الماس عادة يا جماعة بنفترض ان الغاز اللي عندي ده low dynasty gas جاز بيكون زو كثافة قليلة عشان افترضه ان هو ideal gas ال ideal gas ده الحالة المثالية اللي عندنا دي أو ال ideal gas model كان بييوز بقدر استخدمه عشان اتنبأ ال behavior بتاع اي غازات تانية طيب لو انا ال low dynasty ده اللي احنا افترضناه ال ideal gas طب لو انا عندي real gas بس تحت ضغط قليل فقدر اتخيل ال ideal gas اللي انت اشتغلت عليه ده هو كمان بيدسكرايب الايه السلوك بتاع ال real gases يبقى ال ideal gas ده ده بيبقى low dynasty gas ولو اتحقق كمان فيه ان هو low breacher اقدر اقول ان بقى فيه تشابه ما بين ال real وال ايه وال ideal gas طبعا الفكرة ان الموضوع هنا بيكون معقد جدا فاحنا بنحاول نسهل على نفسنا بنحط افتراضات للتبسيط زي ما احنا متعودين عشان نفهم ال concept وبعد كم نبتقي ننتقل للحالة الايه العملية ففي حالة اللو بريجر بيكون تطبيق المعادلة دي بسيط وزي ما اتفقنا بيتشابه ال two cases مع بعض والمعادلة دي اقدر اوصل للشكل بتاعها عن طريق التجربة الايه العملية عادة لما بنيجي نتعامل مع الغازات بيكون الاسهل من ان انا استخدم الماسز بيكون الافضل ان انا استخدم حاجة اسمها المول المول ده بستخدمه في التعبير عن كمية الغاز الموجود عندي بنعبر عنها باستخدام عدد المولات اللي هو النس مول طيب ايه هو المول ده او يعني اعبر عنه ازاي قال لي لو انا عندي for a given volume مثلا لو عدد الجزائيات اللي عندي بيساوي عدد افو جدرو يبقى انا كده عندي 1 مول عدد افو جدرو ده اللي هو تقريبا 6 في 10 وستلاتة وعشرين يبقى انا لو عندي 6 في 10 وستلاتة وعشرين جزيء ده كده بيمثلي 1 مول طيب 2 مول هيبقى 2 في عدد افو جدرو هكذا طيب ايه بقى العلاقة اللي بتربط عدد افو جدرو بعد الجزائيات بعدد المولات ده اللي هتشوفوه في السلايد اللي جاي لما حب احسب بقى عدد المولات والله عندي حاجة من الاتنين يأما اقول عدد الجزائيات مقسومة على عدد افو جدرو زي ما تفانى الواحد مول لو حطيت دي بواحد فيطلع الان بيساوي الان ايه صح كده يبقى عدد الجزائيات بيساوي عدد افو جدرو او لو بيساوي 6 في عشر ايه 23 ده طريقة ممكن نحسب منها عدد المولات في طريقة تانية لو انا عندي كتلة الغاز دي معلومة وعندي المولر ماس دي معلومة لو اسمت الاتنين دول على بعض قد رحصل بها على عدد الايه المولاتي بل ان دي النامبر الكتلة الغاز اللي انا شغلا عليها دي الكتلة الجزائية او اللي هوا المولر ماس دي عدد جزائيات وعدد ايه افو جدرو طب المولر ماس دي بحسبها ازاي الموضوع بسيط يا جماعة من الجدول الدوري تقدر تحصل عليها يعني مثلا الهيليام حدك بتروح تكتب فوق الماس نمبر فالماس نمبر ده هو ده الام اربع جرام لكل ايه لكل مول مش عافل الكربون مثلا بنكتب ستة واثناشر فيبقى الاثناشر اللي فوق دي وده المولر ماس يبقى اثناشر جرام لكل مول وهكذا بتاخد الرقم الموجود عندك ده لان طبعا حضراتكم عارفين ان الكتلة بتاعة اي اتم بتكون مركزة في نيكلاس وهي بتبقى عبارة عن مجموع كتل التلاتة دول بس بيكون كتلة الالكترون مهملة بالنسبة لي الكتلتين الاخرين جينا نعمل بقى تجربة عايزين نشوف المعادلة دي هيتكتب ازاي او هتطلع ازاي زي ما اتفقنا بتجربة العملية فافترضت ان انا عندي بيستون مكبس المكبس ده حر الحركة ممكن ان انا حركه وحطيت جواه غاز ولنفترض ان هو اللوت دينستي عشان يبقى ايديا الجاز بالنسبة لي وبدأت احرك المكبس بتاعي ده كده بضغطي بقى بزود ضغط مثلا الفوليم بي ال الفوليم بيزيد بثبت درجة حرارة ان انا بعزله مثلا يعني المهم ان انا بحاول اعمل الاكسبرمنت بتاعتي بحيث ان انا شوف التغيرات للبرامترز اللي احنا اتكلمنا عليهم مع بعض تمام فكانت اول تجربة ان انا ثبت درجة الحرارة وبدأت اضغط على الغاز فانا بضغط طبيعيا اند الحجم كان ايه هلاقيه بي ال بيتناسب عكسيا اللي عمل التجربة دي واحد كان اسمه بايل وحطناه باسمه اللي هو بايلز له تاني تجربة انا رحت مسبت الضغط على الغاز وبدأت اشوف ان انا بسخن مع التسخين لقيت ان البستون اللي عندي ده او الفوليوم ده بيزيد تناسب طردي وده العالمين اللي اكتشوفهم شارلز وجاي لوزاك بعد كده التجربة التالتة والاخيرة ان هما ثبتوا الفوليوم وبدأ يشوف تأثير الضغط مع درجة الحرارة ثبت الحجم وبدأت اضغط لقيت ان درجة الحرارة ايه بتزيد معايا وده اللي هي كان جاي لوزاك لو جايز لوزاك لو ده الفكرة اللي موجودة عندي هنا عاملة زي فكرة الحلل للضغط الضغط دي انت بتبقى عندك الحلة بتحكم الاغلاق بتاعها كويس جدا وبعد كده بتبتدي تسخن وانت بتسخن هي مقفولة فبالتالي الضغط بيزيد فده برضو بيرجع يزود لك كمان درجة الحرارة بتخلي الاكل بتاعك يستوي بشكل اسرع ايه تمام طبعا لو هو ما عملش القصة ديت ممكن الحلة تفرقع فلازم يسيب مكان لتنفيذ الغازي يعني هو يبتدي يسرب الغاز بشكل قليل المهم وصلت من التلات تجارب الموجودين عندي هنا رحت مجمع بقى ان الضغط بتلاسب عكسي مع الحجم الضغط دي السبطار دي مع درجة الحرارة الحجم دي السبطار دي مع التي لقيت ان المعادلة طلعت لي بالشكل ده ضغط الغاز مع الفوليوم مع التي اللي هي درجة الحرارة تبقى لي عندي الان والار الان دي number of moles زي ما نسمت في اين والار دي ده السابت العام للغازات وده قيمته بتساوي 8.34 مية جول لكل مول كيلفن طبعا جول لكل مول كيلفن دي جاية من الإكوشن اللي عندي هنا دي نيوتن عميته مربع مضروبة في المتر مكعب بقت نيوتن في متر اللي هي الجول وده بيتقاس عندي بالكيلفن وطبعا ده عدد المولات فيطلع لي وحدة القياس دي في وحدة القياس اخرى للار بتعتمد على الوحدات التانية اللي موجودة عندي يعني انا هنا لو قلت بلول SI unit او الان نيوتن عميته مربع ومتر مكعب وكيلفن فطلعت لي الوحدة دي طبعا انا ممكن استخدمها زي ما مثلا بنشوف في الكيميستري مثلا في الكيميا بروح يستخدمه الاتموسفير او لوات ضغط الجوي وبيستخدمه اللتر وبيستخدمه الكيلفن فبالتعويضات دي بيطلع لي ان الوحدة القياس الار بيبقى ليها وحدة القياس مختلفة وبالتالي value مختلفة حسب الوحدات اللي خدك بتطبق فيها في المعادلة القانون العام للغازات ممكن نعبر عنه بدل عدد المولات ممكن استخدم عدد الجزيئات N طب اجيبها ازاي؟ والله حضرتك لسه ايلينا من شوية ان عدد المولات بيساوي N على N ايه؟ عدد الجزيئات على عدد F جدره طب ده ثابت وعدد F جدره ثابت قدر اشيل الاثنين دون وحط ثابت جديد وهيكون ثابت بولتزمان ثابت بولتزمان ده لما اسمت الار اللي هي 8.3400 على عدد F جدره اللي هو 6.26 فبيطلع لي ثابت جديد اطلقنا عليه اسم ثابت بولتزمان فده شكل اخر للقانون العام للغاز المثالي بس بدلالة عدد الجزيئات تعالي نشوف مع بعض بقى تعالي نشوف مع بعض كده شوية تطبيقات على الغازات زي مثلا كويتش العربية كويتش العربية دي بينطبق عليه جدا المعادلة بتاعت ال BV بتسوي N RT لان انا محافظ على الحجم بتاع الغاز اللي عندي هنا جوه الكويتش وانت بتبقى الاسفلت طول ما العربية ماشي على الاسفلت وبتمشي بسرعة كبيرة فبالتالي الاحتكاج ده بيسخن الكويتش اللي عندي درجة الحرارة بتزيد بلاقي ان الضغط الغاز كمان اللي جوه ده بيزيد بلاقي مثلا لو انا ضابط الضغط بتاع الكويتش مثلا على 30 وطلعت مشوار سفر لو انا رحت قسط الضغط بتاع الغاز هلاقيه بقى 37 مثلا عشان كده انا ما ينفعش ما ينفعش اروح اعمل مثلا ضغط الكويتش ده 50 مثلا واحد اقول لي طب ما الكويتش ما فرقعتش عادي ايه مشكلة هي المشكلة ان انت لما هتمشي على الاسفلت مع الحرارة مع الاحتكاج مع سخنية الطريق هتلاقي تيه بتزيد وبالتالي الضغط بيزيد مع الحفاظ على الحجم ايه ثابت فبالتالي ممكن الكويتش اقدر الله يفرقعين فيه تطبيق تاني حدوته حصلت قبل كده ان كان عندي فيه ستانل ستيل تانك كان الحجم بتاعه 18 متر مكعب وبعد كده راحوا ملوه ببخار عن درجة حرارة 120 سيليزيس من يعني من طرف واحد بدأ يدخل الغاز والطرف التاني مقفول يعني عمال ايه يملى الغاز السخن ده جوه بالشكل ده بعد كده جابوا خرطوم مية خرطوم المية ده بدأوا يرش بيه على التانك بسرعة عشان يبرد لاحظوا حاجة غريبة جدا التانك اللي عندي ده اتطبق بالشكل ده ده من غير ما يلمسون من غير ما حاجة تقع عليه ده هو الواحده راح متطبق كأن هبت عليه مثلا قلب توب او حاجة زي كان طب ايه قصة الموضوع ده ليه القصة دي حصلت الموضوع في الحقيقة هو معتمد على الضغط الجوي هو العمل كراش للتانك اللي موجود عندي او هو الفعص التانك ده بالشكل طب ايه الفكرة اللي موجود عندي هي القصة ببساطة نحا دك لما دلقت المية البردة دي على التانك اللي موجود فانت كده خفطت درجة الحرارة وبالتالي الضغط بقى قليل جدا الحجم يا جماعنا انا قافل للتانك فبالتالي الحجم عندي ثابت مضيرش بس انا لما بردته قللت الضغط بقى اقل من الضغط الجوي فالضغط الجوي هو اللي بقى ايه كأن حد ضغط بقوة كبيرة جدا على التانك راح اعمله كراش بالشكل من التطبيقات الجميلة جدا لما ديجي نشوف الجهاز التنفسي بتاع الانسان ربنا خلقه بشكل عظيم جدا لما ديجي نشوف الفكرة بتاعته يا برضو معتمدة على البي في بتسوي ان ار تي طب الكلام ده بيتم ازاي حضرك لما بتيجي تتنفس بتدخل الهواء اللي عندك هنا انت بتحاول ان انت تعمل انقباض للعضلة بتاعت الحجاب الحاجز اللي عندك دي اللي بتكون على شكل القبة اللي موجود عندك وده بيحيد بالرئتين وده بيقلل الضغط اللي موجود على الرئتين لما الضغط عليها ده بيقل ده بيساعد على تمدد الرئتين وان هي تبتدي تتملى بالايه بالهواء طبعا الكلام ده مع الحفاظ على درجة الحرارة اسمها تي طب لما ننشوف بقى وانت بتخرج الهواء اللي موجود عندك او اللي هي الزفير ففي الحالة ديت انت بتعمل استرخاء لعضة الحجاب الحاجز وده بيصبح للرئتين بالانقباض وبالتالي تبتدي تطرد الهواء اللي موجود عندك جوه هنا طيب تعالوا نشوف مع بعض كده مسألة خفيفة على قصة الغازات انا عايف طبعا الموضوع ده انتو درسته كتير بس في بعض النقط الصغيرة حابين نكونفيرم عليها بيقول لك لو جبت محرك عربية مثلا وعندك خليط من الهواء والفابورايز بيترول او البنزين بتاعك المتبخر is compressed in a cylinder before being ignited قبل ما يبتدي يشتعل a typical engine has a compression ratio 9 to 1 هو بيقول لي والله في المحرك ده بيبعنده مقدرة عضغط بمعدل 9 لإيه الواحد بيقول لك بفرض ان الغاز في السيلندر ده بينضغط 1.9 1 على 9 of its original volume يبقى كده الداني العلاقة اللي ما بين الغاز قبل وبعد يعني الحجم بتاعه بيقول لك ده intake and exhaust valves اللي هي المكابس بقى او والفالف اللي هو بيبتدي يدخل الهوى ال intake واللي هو يطرد الغازات العوادن are closed during the compression so the quantity of gas is constant والله يعني الكلام اللي موجود هنا هو معلومات بس اضافية بيحاول يخليك تعيش المسألة نفسها الناس اللي بتبقى فاهم انها عايزة تفهم شغل المحرك بتاع السيارة زي ما هنوضح مثلا ال application ده ان شاء الله في القانوية التاد ميكا الحائرية فهو بيشرح لك التفاصيل السغيرة اللي هي مش هتفرق معك في الحل بس للناس اللي بتبقى عايزة تفهم ال concept يقولك طب ما الغاز ممكن حصل تسريب طب حصل الضغط مش عارف كذا فهو بيحاول يوصل لك ال concept بتاع الكلام ده كله what's the final temperature of the compressed gas if its initial temperature is كذا وعايز لدرجة حرارة نهائية وديك درجة حرارة ابتدائية وبيسأل على ال initial and final pressures كانوا 21.7 atmosphere respectively respectively يعني معناها على الترتيب يعني الضغط اللي ابتدائي كان ب1 atmosphere والضغط النهائي ب21.7 atmosphere طيب نحل المساءة دي ازاي هو والله انا عندي غاز كان فيه state وبقى فيه state تانية في وضعه بقى وضع تاني فهنقول مثلا بي 1 v 1 بتساوي n r t 1 نفس القصة بي 2 v 2 n r t 2 أقسم على بعض هتلاقي ال n r هتطير مع ال n r تطلع المعادلة بالشكل ده فيه ناس بتحب تكتبها بشكل آخر انه هيقولك بي 1 v 1 على t 1 ويطلع دي النحط التانية الشكل اللي رأي حضرتك تشتغل به مش مشكلة طيب تعالوا نعود الضغط الابتدائي كان بتقولي بواحد اتموسفير الحجم الابتدائي وليكن اسمه v 1 ومدنيش قيم بس قال لي والله الحجم انضغط من الوريجنال بكذا فلا افترضنا ان الحجم ابتدائي v 1 ودرجة هارل الابتدائية كان مدهالي ب 27 سيريزيس الضغط النهائي ب 21.7 الحجم النهائي v 2 عايز اعوض عنه فهو كان قال ان v 2 بتساوي 1 على 9 من الوريجنال فوليوم يبقى اقدر اقول v 2 بتساوي هعوض هنا ب 1 على 9 v 1 بالنسبة لدرجة الحرارة هو بيدور عليها اللي هي درجة حرارة الانهائية اللي اسمها t2 طيب الاتموسفير عشان احوله ليه الباسكال او النيوتر عامته مربع بضرب في 1.0135 في 10.5 يعني تقريبا نقول بضرب في 10.5 طب لما ضربت هنا في 10.5 وهنا في 10.5 فهيطيروا مع بعض فبالتالي انا مش محتاج ان انا حاول بالنسبة v 1 هتطير مع v 1 هيتبقى لي قيمة t2 قادر ان انا حسابها للأسف في غلطة كبيرة جدا كتير بيقعوا فيها ان انا اتفقت مع حضراتكم قبل كده ان درجة الحرارة لازم تكون بالكالفين هي لو دلت تي براحتك انما تي بس زي ما هي مكتوبة قدامنا تي بس لازم تكون بالكالفين يبقى لازم ازود عام 273 طيب انا مش مصدق القصة دي حضرتك تخيل وليكن مثلا t1 عندك ب1 سليزيس و t2 ب2 سليزيس هيبقى الريشيو كام 1 على 2 بنص طب لو انا زودت عام 273 وزودت تحت 274 هتبقى كام 274 على 275 الريشيو هتبقى 0.999 وهكذا يعني اللي انا عايز اوصله لك التي لازم تكون بالكالفين ده الاسة ايونت بتاعتك واحدة هيقول لي طب انت الضغط ما عملتش فيه كده ما هو الضغط ده بيكون عملية ضرب فالضرب بيتم باختصاره انما درجة الحرارة ده بيكون جمع ما ينفعش اختصر 273 مع 273 كلام ده بيحصلش في الاسم والضرب تمام؟ يبقى الحتة اللي انا عايز ااكد عليها ان يا جماعة الوحدات كله مش فارق معاك المهم الوحدة اللي هنا تبقى زي اللي هنا ما عدا درجة الحرارة لازم بالكالفين قولا واحدا يما حضرتك تقدر تحسب التي بعد كده اللي هي ب729 كالفين اللي هي تطلع ب450 سلازيس تقريبا شكرا لحسن استمعكم ياربوا تكونوا استفدتوا هنتقابل في الفيديو الجاي اللي هتكلم معنا على الطاقة الحرارة احنا تكلمنا على درجة الحرارة هنبتقي بقى تشوف الطاقة الحرارة الكيو هنحسابها ازاي وافكار مسائل عليها ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة